الغسل نوعين، غسل كامل مستحب بكل السنن أو غسل واجب ومجزئ لإزالة النجاسات والأقفار نبدأ بالغسل الواجب المجزئ أولاً لابد من النية، نية التطهر من الحيض والنية محلها القلب ثم المضمضة والاستنشاق ثم إفاضة الماء على جميع البدن على الأقل مرة واحدة وتأكدي من وصول الماء لفروة الرأس وهذا هو الغسل الواجب المجزئ للمرأة بعد حيضها أما الغسل الكامل المستحب فهو كالتالي نبدأ بالنية، نية التطهر من الحيض والنية محلها القلب ثم التسمية وقول بسم الله ثم غسل اليدين ثلاث مرات ثم غسل موضع الفرج باليد اليسرى وإزالة النجاسات عنه ثم الوضوء كوضوء الصلاة ثم صب الماء ثلاث مرات على الرأس مع الحرص على وصول الماء لمنبة الشعر من كل الجهات ثم صب الماء على الجسم نبدأ بالجهة اليمنى مع التدليك ثم الجهة اليسرى لكن تذكر جيداً، لابد للماء من الوصول لكل أجزاء الجسم فإذا كنت ترتدينا خاتم محكم يمنع وصول الماء للجلد لابد من خلعه أثناء الجسل ويجب إزالة طلاء الأظافر المانع الوصول الماء للأظافر باستخدام مزيلات طلاء الأظافر وأخيراً غسل القدمين